مبادرة لم الشمل التي ترويج لها السلطة الحاكمة في الجزائر تصطدم بعض الممارسات التي لاحظناها مؤخرا بخصوص منع الجزائريين المتواجدين من مغادرة التراب الوطني بعد زيارتهم لدويهم هذه المبادرة لا أعتقد أنها ستنجح لأن الجزائر بحاجة إلى معالجة الأزمة السياسية أولا مقبل كل شيء ولم الشمل يكون بتحقيق الانتقال الديموقراطي والانفتاح وبتغيير جدري لمنظومة الحكم أما أن يتم دغدغة عواطف الجزائريين والادعاء أن النظام يريد لما الشامل وليد رس الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية في نفس الوقت يعتقل كل من عبر عن آرائه وكل من زار الجزائر ثم منع من مغادرتها وآخر حالة لثلاث جزائريين يقيمون بكندا تم منعهم من مغادرة التراب الوطني أعتقد أن هذه المبادرة ولدت ميتة ولن يكون لها صدى لأن النيات الصادقة من طرف النظام غير متوفرة في الوقت الحالي ولا يريد هذا النظام تحقيق مصالحة حقيقية مثلما عجز في تحقيق المصالحة أثناء حكم الرئيس عبدالعزيز بودفلقة يمكن أيضا تصور أن مثل هذه المبادرة أو هذا المقترح لمشامل يأتي في سياق التحذير لعهدة ثانية للمعين على قصر الضراضي عبد المجيد توبون الذي له انتقادات داخل النظام الحاكم وهناك أطراف داخل النظام الحاكم لا تريد له الاستمرار وبالتالي فإن إطلاق هذه المبادرة هي بمثابة رسالة لذلك الجناح الذي يحاول أن يفرض شخصية أخرى للمرحلة القادمة أو الأهداء الانتخابية الرئاسية القادمة وبالتالي فتم استباق الموعد خصوصا بعد تجاوز 30 شهر من حكم الرئيس عبد المجيد توبون أو حكم معين على قصر الضراضي عبد المجيد توبون للجزائر وبالتالي تتدخل هذه المبادرة في إطار التحضير للمرحلة القادمة أو العهدة الثانية لعبد المجيد توبون موسيقى موسيقى